السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في اول حلقاتنا برنامج ترند على قناة الساحة والجمال برنامجنا بيخدم كل الناس برنامجنا بيتكلم عن قضايا المجتمع والنهاردة ان شاء الله في برنامجنا نتكلم عن اول قضية احنا متشرت بشكل كبير قوي في المجتمع المصري وهي قضية التحرش ومعينا نهاردة ان شاء الله الكاتب الصحف القدير والساز احمد شلبي اهلا بيك اهلا بيك ده رئيس تحرير دار الجمهورية ورئيس تحرير مجلة وكالة انباء مصر اهلا بيك استاذ اهلا بيك استاذ بيك استاذ بيك انتشرت بشكل كبير قوي على السوشيال ميديا الفترة الاخيرة فيديو بظاهرة التحرش بشاب او برجل بطفلة في الحي المعادي انتشرت بشكل كبير قوي المشكلة دي فاحنا عايزين نعرف ايه سبب المشكلة وما هي ما هي مقامات التحرش والله عندما نتكلم عن التحرش هنتكلم عن التحرش بشكل عام هنقول ان هو اطراب سلوكي يعوز بعض البشر وده بيعود لأسباب مجتمعية كثيرة جدا واسباب موجودة داخل المجتمع ممكن تكون اسباب بيولوجية اسباب سياسية اجتماعية تفكك اسري في عشوائية في حياة الفرض داخل المجتمع دائما التحرش هو سلوك عدواني يميل الى توجيه كلمات او افعال او ايحاءات ذات طبع جنسي بالمتحرش بها دائما المتحرش به دائما المفعول به هو الانثى وده دائما لسيطارة المجتمع الذكوري فلما نجي نعرف التحرش تعريف علمي صحيح هنقدر نقول ان هو اطراب سلوكي بيدعمه خلل مجتمعي وغياب دور الثقافة والتربية والتعليم والاعلام هذا من شأنه اما بالنسبة لحادثة المعادي فهي لها وجهة نظر تانية اخرى خاصة انها تحرش بتفلي او بتفلة من جانب رجل عاقل بالغ عمره اكبر من 40 سنة اذا المدرك لكل ايه افعاله الحالة دي اللابد انها تقضع للدراسة او للطب النفسي حتى يكشف ايه الاسباب الاساسية لقيام هذا الرجل بمثل هذه الفعلة طب لو احنا لو قلنا ان السبب نقص الدين فهو متدين هو حاجة بيط ربنا ولو قلنا ان السبب الفقر فهو ميسور الحال ولو قلنا ان السبب التعليم فهو متعلم وخريك اللي تهندسة ولو قلنا ان السبب الشهوة فهو متزوج فانت شايف ايه السبب اللي خلاه يعمل والله احنا لما بيقول كلمة اضطراب اضطراب سلوكي الاضطراب السلوكي ده لا يأتي الا من خلال دراسة حالة المتحرش نفسه اكيد المتحرش نفسه ديه مر بظروف معينة هي اللي جعلت منه ذلك ولذلك لابد قضوع الحالة لطبيب نفسي لا يفسر الحالة الا طبيب نفسي اما كسلوك هو سلوك يرفضه المجتمع والمفروض ان هو بيجرمه القانون المتحرش ولكن قبل التجريم القانوني لابد من علاج الظاهرة وتفعيلها ومعرفة الظاهرة نفسها نشأت ازاي خاصة ان ظاهرة التحرش بالاطفال بالذات لم تكن او تكاد موجودة في المجتمع المصري سابقا هي مجتمع انا بعتبرها ظاهرة حديثة وذلك لسيطرة المجتمع الذكوري او الافكار الذكورية نضم لنا دلوقتي الاستاذ خالد والدعية خالد وحيد هنطلع فاصل ونضم لنا ان شاء الله في الحلقة ورجعنا لكم تاني ونورنا الاستاذ الدعية الاسلامية الاستاذ خالد وحيد اهلا بك استاذ خالد زي ما حضرتك عرفت ان احنا النهاردة بنتكلم عن التحرش وعن اسباب التحرش من امن العقابة سائل عمل عايزين نعرف ايه هي احكام الدين بالتحرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام اما بعد بنجد ان الاسلام منع مش بقى التحرش الاكتر من كده ولا انه من كده مجرد التحرش بالنظرة محرم كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويعفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم يعني اطهر ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الى اخر ايات سورة النور فبنجد ان التحرش عبارة عن انا بعتبره اعتداء جنسي جزئي على حق من حقوق المرأة بينما النبع الاسلام قال النساء وشقائق الرجال فاللي بيعمل التحرش او ينتهك اي حرمة بخالف سنة النبع الاسلام وتعليماته ومن باب اول القرآن الكريم اللي امرنا باتباع النبع عليه الصلاة والسلام فهو سبحان الله يعني الباب بيتقف من الاول مجرد النظرة مجرد النظرة وهو الموضوع ليه ابعاد متعددة يعني احمد بيقى عشر لجبوعد الاتراب السلوجي والنفسي وكل واحد فعلا على حدة وكل واحدة على حدة ولكن فعلا مش ضروري ان اللي بيتحرش يكون انسان مدهان ولا بيكون عنده شحنة معينة اغزاها بصفة سلبية وبتطلع زي زي البترامة عايز تفرغ الشحنة اللي فيها في اي حد فدي مشكلة نفسية اضف الى ذلك رأي شخصي لي لسه بردك مفيش العلاج النفسي بالطريق الكافية في ثقافتنا بينما الموضوع التحرش ده موضوع مش غرائزي بس نفسي مجانب نفسي منه هم نفسي ولا ثقافي ما هو الاثنين دخلوا مع بعض انا دلوقتي نتكلم اذا كان البعد بتاعه نفسي ولا ثقافي هم الاثنين دخلوا في بعض لان فيه تحرش في المجتمعات الغربية اختلفت النسبة بينما نسبة حجابة في المجتمعات الغربية مخفدة جدا يبقى هو مش مرتبط ولكن الواحد بيسد الأبواب اللي ممكن خلالها يتم مضايقة الفتيات ده مخفض في الغرب فكده بيبين لنا ان هي نسبة التحرش بتبع معتمدة على الثقافة لان عندهم نسبة الاباحية اعلى شوي فهنا الاسلام بينظم موضوع العلاقة بين الرجل والست في الاطار العلاقة الزوجية فما انت اي رأيك يا أستاذ أحمد في الكلام طبعا انا باتفق مع بعض المعلومات الاستاذ خالد ولكن انا ما باجي اقول اضطراب سلوكي او اضطراب نفسي اذا انا قدام العلم لازم احلل التحرش علميا المتحرش ان احنا مجتمع متدين المفروض ان احنا مجتمع متدين فالمفروض ان نسبة التحرش عندنا تكونش موجودة نهائي او تكون نهاية نسبة بلاقي نسبة كبيرة جدا بعطيت مع ساتك في حكاية بتقول ان التحرش برا ما فيش حاجة اسمها تحرش برا فيه حاجة اسمها قيم واخلاق وفيه قانون بينظم الحياة بينظم الحياة ازاي يعني انا ما سمعتش في دولة غربية ان فيه تحرش بتفلة مثلا زي الحادث المعادي فده لما بتيجي ترجع العلم بلاقي ان هو اضطراب وخلل سلوكي ومجتمعي عوامر التربيع وعوامر النشأة وعوامر التعليم وعوامر الثقافة بتدخل فيها ولكن اللي ما بيقوله هو مرض هو مرض بيحتاج الى طب نفسي لايز اخص ان هو مرض لازم يكون مرض ظاهر للطب النفسي بس عشان انا ما عندناش حقافة للطب النفسي فلابد خضوع مثل هذا المتحرش للطب الايه النفسي وانه يعني للعقوبة اللي بيجرمها القانون كده فيه حديث وفيه ايات كورانية بتحرم من التحرش او بتحسنا ان التحرش ده حرام هو الناب المسلم من سلم الناس من اللسانه وهي ده في رواية تانية من سلم المسلمون من اللسانه وهي ده وطبعا السلامة دي بتبدأ من مجرد النظر والكلمة الطيبة او كلمة السيئة والنظر السيئة والتحرش ده حاجة يعني محرمة مجرد يعني والله لا يؤمن ما يؤمن جاره بوائقة يعني اللي جاره مش ضامن أنه هو ما يضروش دائماً وضعيف سواء الجيران أو الناس اللي هما في الوطن الواحد المجتمع بتاعي تحدث الأستاذ صبري عثمان مدير خط نجل الطفل المجلس الكامل المولومة والطفولة بأن هناك 11 ألف بلاغ تحرش للأطفال خلال سنة 2020 أستاذ أحمد بتفسر ليه زيادة نسبة التحرش وخصوصاً بالأطفال والله ظاهرة التحرش بالأطفال دي ظاهرة مش عاوز أقول إنها ظاهرة جديدة هي ظاهرة موجودة ولكن هي زادت في لال الفترة الأخيرة ويمكن السوشال ميديا كان لها دور كبير جداً في انتشار مثل هذه الحوادث ومعرفة الناس بها ولكن المتحرش بالطفل أكيد وهو طفل كان فيه أسباب معينة هي دفعت لذلك ممكن يكون عدم ثقة بالنفس خوف من استبداد الأب أو الأسرة خلل داخل الأسرة الطلاق دي كلها أسباب بتجعل المتحرش يخذنها في نفسه وبيقوم بها بفعل معين إذن برغضع للطب النفسي إن احنا لازم نقول ده اطراب نفسي وسلوكي غير كده كمان إن بالنسبة للطفل هو أكثر المتحرش بهم الطفلة وليس هي الذكر فده لي دايماً لأن النظرة دايماً إلى المرأة دايماً النظرة إلى المرأة في الثقافة دائماً طبعاً مش عند غالب الناس كلهم عند بعض الناس إنها دائماً مفعول بها وإنها حق ومتاع للرجل ودي نظرة لابد نحنا نغيرها من خلال الثقافة ومن خلال التعليم وكما إن الأديان كلها سواء الدين الإسلامي والدين المسيحي والدنيا وكل الأديان روحية وأرضية وسماوية كلها دعت إلى احترام مكارم الأخلاق احترام مكارم الأخلاق اللي بيخرج عنها لابد أن يكون هناك عقاب وحساب قانوني رادع لمثل ذلك طبعاً بالنسبة للعقاب ده بقى بالنسبة للمشارع هو اللي بيضع العقاب الرئيسي لمثل ذلك ولكن اللي أنا بأؤكد عليه في البرنامج هنا لابد تفعيل دور الطب النفسي الطب النفسي اللي درست مثل هذه الحالات لإن من خلال الطب النفسي هنقدر نحط الأدوية المعينة أو العلاج الرئيسي عند شايف إن السبب الرئيسي هو سبب نفسي سبب نفسي ناتج عن إيه؟ ناتج عن أسباب كثيرة جداً منها أسباب بيولوجية ذات التلوث البيئي اللي هو بيؤثر في وظائف المخ نفسه التلوث البيئي والتلوث الغذائي ده كله بيأثر على وظائف الموقع اللي هي بتساعد في التفكير أسباب سياسية القمع والاستداد وغير ذلك بيؤثر في نفسية البشر أسباب اجتماعية زي ما احنا بنقول اللي هو تزايد معدلات الطلاق التربية السيئة طبعا مش عاوز أنسى المخدرات وتناول الكحوليات دي كلها ويمكن ظاهرة الأطفال بالذات الطفل بالذات بيكون المتحرش نفسه عنده الدافع ولكن المخدرات وغير ذلك عشان بتخليه يفعل هذه الفعلة لأنها بتذهب بعقله خالص أستاذ خالد انتشرت بشكل كبير قوي على السوشال ميديا الفترة اللي فاتت فيديوهات كتيرة للأطفال على برامز التوكشوف بيعني بيعني بيعنيوا فيها مواقف مخلة بالأداب شايف مين السبب ده المجتمع ولا الأسرة ولا الرقابة مسؤولية مشتركة حضرتك مسؤولية مشتركة أول حاجة للأسرة لأن أصبح الأسرة هي المفروضة صمام الأمان اللي بترب الإنسان بيزرع فيه الدين والضمير وموقابة الله سبحانه وتعالى اللي احنا بنسميه في العصر هذه الضمير واحد عنده ضمير المجتمع اللي هو اللي بيدعم هذه الحاجات المخلة ده بيساعد في هدم شخصية الطفل منه هو صغير فهيطلع القدوة عنده محزوزة أو مشوحة فبالتالي هيبقى عايز يقلد هذا المشهور اللي هو مش قدوة إلى حد كبير لأن الأخلقيات مش كده قد أحسن من كده بكتير طب أنا عايز أعرف دولاقتي الجين المسؤول يعني الأسرة اللي بتسيب الطفل يعني فيه ناس أنا شفت ناس وشفت أولئة أمور بتطلع ويقولك أنا فخور بابني أو بابنتي أنها بتقدم المحتوى ده طب فخور إزاي وهو ده محتوى غير لايك أسطا تفضل وبعدين لما فيديو زي متحرش المعادن ده فيديو اللي أعطيته كامرة وده تعرف ده ما خوفيك أنا أعظم بالنسبة بالنسبة للفيديوهات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميدي حكم الدين فيها إيه؟ حكم الدين أنه لازم بالنسبة للتوجيه والتربية والقانون التوجيه والتربية وحي كده القانون التوجيه والتربية كل واحد مسؤول في مجاله يعني مثلا لو واحد صحفي كبير ده بيدي الأفكار اللي هي بتنور الأنمغة ويترجع الناس صحيح الدين وتمشيهم تبع الأخلاقات الحميدة اللي جم بيها جميع الأنبياء المرسلين إنما بعثت وتم من مكرم الأخلاق يبقى المكرم الأخلاق قد موجودة بأنها بأس الله سلام جاء عشان إيه؟ يأكد عليها طيب بالنسبة للمدرس في المدرسة يتعدى من دور التعليم دور التربية كمانون اللي هو دور القديم بتاعنا الأب والأم زي ما هم بيوفقوا في شغلهم يحاولوا يده قدر أكبر من التوجيه واموا صاحبة الأبناء إحنا بقول الكبير ابنك خوي وخلي بالك من كل واحد ابنك صاحبه مين أو هي صاحبتها مين لأن فعلا هو بيبقى جاليس صالح أو جاليس سيء ما هو اللي بيفتح حينه على يدخل إيه على مواقع اللقاء التواصل الاجتماعي أو ما يدخلش على إيه مهم جدا وأخيرا طبعا دور العبادة وخبال حضرتك في التوجيه مهم جدا عشان يبين لهم حقيقة الدين ولا سلتزام الظاهرة فقط حقيقة الدين وروحه العلاقة بين ربنا سبحانه وتعالى وبين الإنسان دي هتبقى صمام أبان كبير جدا اللي أنا بسميها الضمير العلاقة من راقبة الله سبحانه وتعالى أستاذ عمل ليه أغلبية المتحرش بيهم بيخافوا يقولوا أو بيخافوا يعلنوا أن في حد يتحرش بيهم أو بيخافوا أن هم يأخذوا حقهم أو هم يطالبوا حقهم هجواب لك على السؤال ده بس أنا هرجع للحتة تاني اللي هي المسئولية وديا هتكون الباب بتاعنا في جابة السؤال أنا لما بنقول المسئولية مسئولية مجتمعية مسئولية مجتمعية يعني تعني الدولة وتعني الأسرة وتعني الفرد أما لما بنيجي نقول بقى إيه هي الأسباب الظاهرة أو أنت مسئولية من هي المسئولية في النهاية خالص بتبقى المسئولية الفرد نفسه والرقابة يعني لما بنيجي نقول متحرش طفل فده بيستدبع دور الرقابة على هذا الطفل لابد أن يمراقبة الطفل بناء الثقة في الطفل زرع الشجاعة فيه وعدم الخوف سأزينك هنطلع فاصل ونرجع تاني ورجعنا لكم تاني ومع الأستاذ أحمد شالي برضو لست عند سؤالنا ليه أغلب المتحرش بيهم بيخافوا يتطلبوا بحقهم طالما في وجود خلال مجتمعي إذن المتحرش بيها بتخاف من المجتمع دائما بتخاف دائما وأهل الضحية نفسهم أسرات الضحية بتحاول أنها تداري على الفضيحة خوفا من العال الذي قد يلحق بهذه الضحية فده طبعا عشان نعمل كلام ده لابد البناء الثقافي والبناء التربوي هو اللي هيحل المشكلة دي كلها من خلال أولا في المدرسة لابد أن الثقافة الجنسية وتعريف الطفل بكل جزء في جسمه لابد أن من خلال مادة دراسية لابد أنه يعرفها بنت أولا اثنين العامل التربوي بقى العامل التربوي بقى إلى جانب العالم التعليمي الثقافة الرياضية والأنشطة الرياضية وأنشطة الموسيقى لكله بيعمل دوافع عقلية عند الطفل أنه ينمي الثقة بالنفس لو أن الطفل المخافش وبقى ثقة بنفسه ذاتية جدا هو نفسه هيبقى تدني أنه هيدافع عن نفسه وهيقدر يدافع عنده من أي متحرش خاصة أن المتحرش دايما بيلجأ للغة الإغراءات إغراء الطفل بحلويات إغراء الطفل بأي شيء خالص حتى يستدرجه وممكن أنه يخليه يدمن هذه من خلال العادة أنه بيجيب له حلويات فهو خلاص بيروح معاه وبيخافي أنه يكلم أسرته لأنه لا فيش نعدام للسقار مش لأطفاله بس إحنا بنتكلم أن العادة برضه لأطفال الكبار يعني أنت مثلا فيه بنات كتير بيتحرش بيهم وبيخافوا يتكلموا سؤال يا أستاذي إحنا قلنا دلوقتي قلنا خلل مجتمعي خلل مجتمعي إذن هو مرض وعرض واضطراب نفسه وكل الحاجات دي كلها موجودة في التحرش المتحرش به لما بيكون طفل بتبقى حاجة شزة إزاي متحرش به طفل طفلة ست سنوات إيه مدى الإغراء في هذه الطفلة فده اللي محتاجة الطب النفسي أما لما بيكون متحرش بال لأتحرش بالمرأة عموما موجود داخل المجتمع وذلك بقى وفقا للثقافة المنتشرة يعني ثقافة المنتشرة زي ما نقولت دائما النظرة إلى المرأة إنها متعة جنسية أو إن المرأة للمتعة الجنسية مفعول به فدائما النظرة للمرأة وحتى بيستندهم إلى بعض أقوال تراثية مش عاوز أقول من الدين بعض نصوص أو بعض نصوص لا أساس أو لا علاقة لها بالدين يتنافى مع الأديان ومع القيم الأخلاقية اللي موجودة داخل المجتمع طيب أنت تنصح أي واحدة أو أي طفل أو أي حد من الاتحرش بيه تنصحه أنه يعني لا أنا الطفل نفسه ولا الأسرة وأنا أنصح الأسرة دائما طيب هالأسرة أنا ما بتعرفش لا 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 لو أني استطاع الأب والأم والأسرة في بناء السقة بأولادهم وزرع عدم الخوف والجرأة والشجاعة بصدق هيكون فيه صراحة ما بينه حتى لو فيه متحرش ما أكيد دائماً التحرش ده بيجي من طفل مراهق لطفل أقل منه في الايه؟ في السن لما بيكون فيه ثقة وصحوبية وصداقة ما بين الأم والطفل أكيد هتقدر تعالج الأمور أما لو كان فيه بقى خلال مجتمعي وتفكك أسري وفقر وجهل ومرض وده كله بتؤدي في النهاية خلط من قدام كارثة أستاذ خالد أيه الحواجز اللي حطها الدين للوقاية من التحرش؟ أولاً هقول لحضرتك بجانب السيد أحمد بيقول عليه النظر إلى المرأة أنها مكونة ما أربع حاجات عقل وقلب وجسد وروح مش جسد بس ده يفرق كتير من باطن كلام النبي عليه الصلاة والسلام النساء وشقائق الرجال ليه الإنسان ما يحبش اللي يعتاد عليه وإنت ممكن تعداد على المرأة ما هو النساء شقائق الرجال ما ينفعش الحواجز بدءاً من غض البصر خد بالحضرتك ثاني حاجة كنظام مجتمع الجواز ثالث حاجة موضوع القانون بنجد في الإسلام أن دي حاجة بنسميها الفراغ التشريعي فتركة اللي وليه الأمر اللي هو دلوقتي المجلس التشريعية هي اللي بتطع قوانين وضعية مدنية هي اللي بتعاقب التحرش أن الزهرة دي من الحاجات اللي ظهرت حديثاً قسرتها وبالتالي القانون بدأ يعاقب عليها فكذا يعني أنا شايف أربع مقترحات العلاج النفسي والتطبيق القانون بحزفيره وزرع الضمير والرقابة الداخلية المراقبة الله سبحانه وتعالى وأخيراً الزواج وده مضوع كبير تأخر سن الزواج أو صعوبته بيؤدي إلى بعض التصرفات الفردية اللي هي مكروهة فعلاً في المجتمع في نهاية حلقتنا بنشكر الأستاذ أحمد شلبي ونشكر الدعاية خالد وحيد وتحب تقوله حاجة بالنسبة للتحرش قبل ما نختم حلقتنا والله أحب أقول دائماً أولاً أولاً بوجه الرسالة لكل أب وكل أم أن لازم يبنوا الثقة في أولادهم ولازم بيقى فيه علاقة صداقة سويا هيقو ابنهم من التحرش أما أن المتحرش فأنا أطالب بوضعه تحت الطب النفسي ولابد دراسة مثل هذه الحالات حتى نصل إلى نتائج مرجوة لإلغاء هذه الظاهرة شكراً بك أستاذ أحمد في النهاية أقول للمتحرش كلمة النبي أسلت السلام لوحد كان عايز يروح يفعل فحشة فالنبي أسلت السلام قاعد يعدد له من قريب أطرده لأمك أطرده لعمتك أدرته لخالتك فقال له لا يا رسول الله فقال له كذلك بقية المسلمين فدي كلمة الأخيرة ليه وأفتغل بحد الشيء نشكر أستاذ خالد ونشكر أستاذ أحمد وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجة دي في ترند وقضية جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة